أكد رئيس الوزراء مستفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أداء قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة به لتأكد من استمرار سير خطة التطوير ومساعي تحقيق التمييز وإحراز الأهداف المطلوبة مؤكدا على ما يمثله قطاع الطيران كرافد مهم للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء المالية والطيران وعدد من المسؤولين لمتابعة موقف تطوير قطاع الطيران المدني من جانبه استعرض وزير الطيران المدني آخر التطورات الخاصة بإعادة هيكلة قطاع طيران المدني وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران فضلا عن تنفيذ رؤية مستقبلية تستهدف تطوير الأداء